استقبلت وزارة الإسكان وفدا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن زيارة يقوم بها لمملكة البحرين حيث اطلع الوافد على مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني وعلى حجم الإنشاء والبنية التحتية ونماذج من البيوت التي تم تشيدها بالإضافة إلى زيارة الواجهة البحرية ومسارات ممارسة الهوايات المختلفة وتأتي هذه الزيارة لتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بالمشاريع التنموية في العهد الزهر لجلالة الملك المفدى إذ اطلع الوافد على جهود وزارة الإسكان في مجال التنمية الحضرية وجودة المدن من جهته أبدى الوافد إعجابه بتطور المسيرة الإسكانية التي أولتها حكومة مملكة البحرين مؤكدا أن البحرين تمتلك تجربة رائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين وأشاد أعضاء الوافد بما شاهدوه من مشاريع إسكانية مدعومة تقدم للمواطنين ضمن فئات مختلفة وما تقوم به الوزارة من جهد وعمل مستمر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من مشاريعها معربين عن إعجابهم بحجم الإنجاز والتطور في المدن الخمس الجديدة